شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي افتتاح فعاليات النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي العالمي للرعاية الصحية الذي تنظمه دائرة الصحة أبوظبي تحت شعار تسريع مستقبل الرعاية الصحية العالمية في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك واطلع السمو خلال جولة تفقدية في المعرض المصاحب للحدث على أحدث الابتكارات المرتبطة بتقنيات الرعاية الصحية وتطورات العلوم الطبية بحضور خمسة آلاف مشارك وألف مندوب من وفود الدول المشاركة ومئة جهة عارضة وأكثر من مئتي متحدث يمثلون نخبة من الخبراء من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والرؤى ومناقشة آخر التوجهات العلمية والمبادرات التكنولوجية في مجال الرعاية الصحية وأشار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آلن هيان إلى أن الجهود الوطنية في قطاع الرعاية الصحية عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج المبتكرة وفقا لأرقى المعايير العالمية تجسد رؤية القيادة الرشيدة في توفير رعاية الصحية متقدمة من خلال تسريع وطيرة الأبحاث في المجالات الطبية والعلاجية والاستثمار في تعزيز البنية التحتية للمرافق الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية صحية ومنشآت علاجية ومختبرات تخصصية بما يسهم في تعزيز صحة حياة أفراد المجتمع وجودتها ترجمة نانسي قنقر